تقول عنها الأساطير إنها البقعة الوحيدة من الأرض التي لم يقربها الطوفان جزيرة سقطرة ها هي اليوم تثير طوفانا من الغضب الشعبي في اليمن بعد بروز التدخل الإماراتي فيها إلى السط والذي انعكس على شكل تغريدات لجهات إماراتية مسؤولة بطريقة تعدت كل الخطوط الدبلوماسية المتعرف عليها إذ ذهب وزير الدولة لشؤن الخارجية لدولة الإمارات أنور قرقاش في تغريدة له على تويتر إلى أن لهم علاقات تاريخية وأسرية مع سقطرة وأهلها وكأن ذلك يتيح لهم الوصول إليها بالمدرعات تغريدة قوبلت بالهجوم الحاد من قبل اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي ولم يكد يهدأ ذلك الغضب حتى يأتي مسؤول إماراتي آخر وهو مستشار لمحمد بن زايد ليقول إن الأمر قد حسم منذ زمن بعيد وأن الاستيقاظ على سقطرة جاء متأخرا لم تكتفي الجهات المسؤولة في الإمارات بمد ألسنتها في مواقع التواصل الاجتماعي فتزامنا مع تغريدات معظمهم جاء تساؤل رئيسة مركز الإمارات للسياسات ابتسام الكتب في اتصال على قناة البي بي سي بسؤال لماذا يذهب باندغر للجزيرة سقطرة لتتجاوز بذلك من سبكوها ببجاحة كتاباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي هو الإمارات كانت موجودة مباعي إلى ذهابه هو المشاريع التي أتفتها الإمارات موجودة هو ذهاب ليضع حجر أساس لمشاريع موجودة وتم العمل به ليبقى السؤال الأبرز هل ستنعكس هذه الأزمة في العالم الافتراضي إلى قطيعة وأزمة بين الحكومة الشرعية ودولة الإمارات على أرض الواقع؟ اشتركوا في القناة